ميفلت شيء ميفلت شيء تبعت فوز أنس جابر واني نقرأ في تقرير الانتحار ومحاولة الانتحار في تونس 2021 الصادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للباحثة في علم الاجتماع لم يلهرش ونجلة بن عرف واسمة سحبون وريم سودي وآيمن بن علي إذا تسمحوا لي حابت نتقاسم معاكم بعض الأرقام فرصة نحكيه ونتناقشه عام 2017 سجل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 626 انتحار ومحاولة انتحار 235 عام 2020 181 عام ناول القروان كانت في الصدارة عامين على بعضهم 19 وعشرين بـ 48 و 47 حالة عام ناول طلعت ولاية تونس للمرتبالولة بـ 24 حالة القصرين والقروان في المرتبالثانية 22 سيدي بوزيد 19 الربط الآلي بين المناطق الداخلية والتهميش الاقتصادي من ناحية وارتفاع نسب الانتحار من ناحية أخرى معادش بديهية أو مسلمة مش بالضرورة ما ينتحر كان الفقير والمحتاج المستير اللي فيها أقل نسب البطالة في البلد سجلت 15 عملية انتحار ومحاولة انتحار نابل 13 سوسة 11 ما نش بتأكد ان السلطة القادمة القايمة واللي سبقتها واللي جاية والكل كيف كيف ما نش بتأكد ان السلطة باش تتقلق ياسر إذا واحد منا انهى حياته اللي حاول ديار الانتحار في قند بلادنا يتم تجريمه مش المفروض كما يتحاسب ويتحاكم يتسأل علاش حب يقتل روحه ونفه مش نية الأسباب اللي خلاته يفضل الموت على انه يعيش في هالبلاد كما المرأة اللي يتم تعنيفها من رجلها او خوها او ولدها يتم التكفل بها على حرارة ومن بعد تتنساه تولي مجرد رقم في ارقام السيدة الوزيرة التي لا يشق لها غبار وحاجة ما لقتلهاش تفسير وزارة المرأة تحتفل باليوم العالمي للعمل المنزلي والوزيرة اعطت اشارة الانطلاق لحملة وطنية تحسيسية المتشر زعمة زعمة قلبها على عامليات المنزليات مش غريبة وزارتها ما تحركتش في موضوع المنظفة اللي جاتش كاتلنا في شمس وحكينا عليها وملفها اليوم تحت انظار هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص ناس فرض ونس سنة ولا الحكاية مربوطة بمولاد دار وليت الدار كانوا قددين نحلوا تحقيق ونخرجوا البلاغات وكاني وزيرة نطفيوا عليها الضوء خلي عادك نقول لكم شكون هالوزيرة الهمامة اللي عنف يتحال على المحكمة والاغلب لمرأة باش تسامحوا على اساس باش تعمر دارها اللي عنف مش المفروض يتم التكفل بيه لانه يحتاج الاحاطة نفسية ويمكن العلاج نفسي ولا مش مهم يتعاقب وخلي عاودي عنف في بلادنا ما ثماش منظومة اصلاح في حتى شيء ما ثم كان العقاب اكثر في افيا محالات وعملات انتحار عام ناول اللي اعمارهم بين ال 26 وال 35 67 حالة سجلها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بينهم 57 من الذكور عند بناتنا النفس عزيزة اللي يحكموا فينا ومعاهم اللي كتبوه لكم دستور الحقوق الاقتصادية والبيئية والبلاد تتفرج في الزبلة في الصفاقس عند 8 شهور هذهم ما يسألوش رواحهم علاش الشعور بالظلم والتهميش علاش الاحساس بالخيبة عند شباب وقت الترشيق امتاحهم علاش يحسوا المستقبل غامض قدامهم علاش الافق مسكر قدام شباب المفروض كملوا قريتهم ودخلوا سوق شغل المفروض باش يعاونوا عائلاتهم ويحلوا ديار ويعملوا عائلات الفئة الثانية اللي يجي في الصدارة في محاولة الانتحار والانتحار هي اللي عمارهم بين الستة وثلاثين والخمسة وربعين سبعة وثلاثين حالة حتى اللي فوق الستين في بلادنا يحبوا يوفى وحياتهم تسعة حالات في بلادنا إذا صغير تخاف من بوك ومك ومن المعلم من الشارع من الصغار اللي أكبر منك تخاف تفشل فق رائتك وتتعاقب من اللي تعطب قدام الدار تبدأ معاناتك ساعة تستنى في الكار وكي تجي تقول حق تسردينه تطلع في المترو يعفسولك على سقيك وكانك طفلة البس واقي حديدي كان باش تاخو تاكسي تحلى بالصبر واحفظ رقم شرط المرور هذك اللي على الروتيكس ورد بالك التاكسي ستتقول له على وجهه مش في ثنيته وكان قل لك ماشي نفطر قل له تاكل بالشفاء ولهنا والمهم راحتك وسمحني على قلق وكانك بكرهابتك حضر الصرف وكي دينار اللي قديمة بتقعوش تحك واللي تشوفوا بهروة أعرف اللي هو مولا الكياس وراهو الخل خالب خمسة واربعين دينار وما تسألش عليش وكان فطوا الوقت بدقيقة يشنقلوهالك وما تكسحش راسك خلصوا من بعدشك فوق الستين تخرج راس راس مع المرض مع العجز مع الإهمال مع الفراغ مع الإحساس بالوحدة تجيب الصغار البايه يفيهم يطلق بالتليفون لباس يا أمي وبابا شنحوالك والله غالب من نجمش نجي نطل عليك فاش تزرب علش الطل أصلا توكي تدفن وامشي لوقت ما تحب لقبر مهوش باش ينقل من بلاستو اللي ذا كنسرقوه بلاد عايشين فيها حاضرها مهزوم ومستقبلها مش مضمون كل نهار ونهارو نعمين أخصائي نفسيني أول نجح حلول في مناظرة الترقي عام ١٨ يخدم في سبيطار المنجي السليم من ٢٠٠ أول مخدم فرازي متربس من بعد جه التعين في صالحة زيز محبش يمشي هو جابسي وفي جابس الذكريات مؤلمة مع السرطات شو الحل تعرفوش شو عمل مش يصبح بكري لوزارة الصحة طلب مقابلة الوزير لا يعرفوا لعنده موعد جرب عمل هتو الوزير وقتها اسمه المنظر الزنايدي قالوا له تفضل أطلع للكتابة دخلوه لقعت الانتظار يشوف في الوزير دخل البرو ادرج وخرج الوزير بعد ما نحج جاكات والكرافات وشمر السورية تخلي القعت الانتظار صبح الناس كل وقال لهم شكون حاشتوا بيا الكل جاوبوا بصوت واحد الكل نحاشتنا بيك غزر المرأة كبيرة قالوا تفضل يا حاجة انت قبلهم وغزر النعمان قالوا انت آخر واحد باش نقبلك لأنك أصغرهم اللي يدخل البرو منذ رزنايدي يخرج فرحان نعمان يشوفوا بهت شو الحكاية نعمان عمره لكان ولد السستام كان حزب العمال ومن بعد الثورة كان من مؤسسين لحزب العمل مع لي رمضان وعبد جليل البدوي ومن بعد رجع للجبهة الشعبية وقت ترينو كان عنده راس تعرفوا وين شابب كيتقصر راس باغتيال شكري بالعيد تكسرت الجبهة وبعدت على الخزمة شكري كان يقول النعمان تعديلي نعدلك المنجالة ضاعت تعديل من اللي مشاه شكري كيتخلي النعمان للوزير ما سألوش شكون وكولد شكون ومانابلاصة جاي بدأ يحكي للوزير ويا شرح له كيفاش قابس ضحية السرطان هو ما يحبش يخدم في صالح عزيز لسبب هذا نعمان يحكي ومنظر الزنادي يحلق جر وشبد ورقة وهز التليفون تكلم مدرسكون وتلفتوا نعمان وقال له وانت حب طاين جاوبوا وقال له نحب نقعد فرازي قال له بار يخدم على روحك فرازي قداش من وزير عنا اليوم يقبل الناس ويخرجهم فرحانين شو اللي تبدل وعليش نتبدله للخايم علش تسكرها في وجوهنا علش التونسي ما يلقى لش كون يشكي لقريب لبعيد علش صور عالي تبنى بين المواطن والوالي والوزير والرئيس ما يسمعك حد حتى لو صار زلزال في البلاد نعمان اللي نحكي عليه وعمري ما قابلته مش شرط نتقابله باش نعرفوا الناس البهين نعمان أسس جمعية كفاء ستوب ضد التحرش تحرش مش رجولية جمعية كرس قيم المواطنة من 2010 يخدم في البنج السليم قسم الصحة النفسية للبروفيسور ريمان رفرافي 19 في القسم عندهم أربع بيروايت وبيروا منه الاستقبال ومنه لارشيف المرضى عاملينهم تين دا وين يقعدوا قدام القسم صيف وشتاء قسم غير تليفون فيك ستلت سنوات حتى رقم داخلي ما عندوش ما رجعوا التليفون كان أيامات التالي وتحكيوا على الاقتصاد الرقمي وتحبونا نصدقوكم تفهموا الدولة قدش يهم الصحة النفسية المواطنية شعب عايش حالة اكتئاب عميقة رئيسنا عمره لتبسم في وجوهنا وماناش عاش بينه يسب فينا كل ما يتكلم المفروض أقسام الصحة النفسية في كل اسبيطال تعطي الفرصة لأي تونسي أو غير تونسي عايش معانا بشكل قانوني أو كلاندو تعطيه فرصة يعدي بربعة دينارات وخمسمائة وذا ما عندو حتى ورقة بعشر دينارات هذا دور الدولة اللي تعتبر الناس ها مواطنين مش تسوق فيهم كلمعيز إيجا صوت إيجا تظاهر إيجا اهتف إيجا نستفتيك إيجا نجيوكم أما علاش انتم معموركم لجيتونا ولا حاولتوا تطفهموا مشاكلنا وتحسوا بيها فالفين وستة نعمان حب يعمل دار للمسنين كرة الشروط اللي لقاه تقول باش يحل مفاعل نووي كل الدولة محترمة كرة الشروط اللي عملتوا في دور الطفولة ودور المسنين متاحها قولوا ممنوعوا محشناش علاش تتعبوا في رواحكم وتمشوا بروفينها بالفارغ حب يعمل فيرما في المعالجة للصغار اللي عندو مصعوبات تعلم للنساء المعنفات للكبار اللي عندو محساس بالإهمال للشباب اللي يحب يتخلص من الدراج لللي كارهين البلاد وعبادها في بلدية قرطاج ناقص يطلبوا منو شهادة وفاة ستالين قاعد يجري ويجري من بعد سلم رغم ما هذا التراث وافق له من 2019 يستنى في رد بلدية قرطاج في الأثناء مشاهل بلدية سيدي بو سعيد قالهم اعملوا المشروع انتوما ونجيكم نخدم التطوع واتفاهموا معنا سخورين يتطوعوا اعملوا المشروع للتوانسة هذا الأهم وخاصة عندكم برشة لام ذو طلبة محتاجين للإحاطة انا يستنى من قبل سيدي رمضان ما كم تعرفوا احنا اي مشروع ندرسوه وتزيد تقعد عليه ليجان ماهي ليجان وتعاود تدرسوه ومن بعد يتعدى على التصويت ما لا كيفاش احنا والديمقراطية راسم في شاشية والمهم المواطن التونسي التونسي اللي يفارع في حكامه يعاون فيه سيدي بالاحسن والولي الصالحين في كل بر بمن فيهم سيدي مبروك بو زبدة التونسي متسلح بموروث ثقافي قديم ميكانيزمات يعاون بها روحه باش يعدي كل نهار في الموت يعمل فرق ويعمل لا ربعين يغفلك يقولك نعم الحمام نتفرهد يعمل كعباء تتقعد له راسه او يمشي يصلي ركعتين ترجع فيه الروح يحكي مع اصحابه او مع ناس ما عرفهمش على كونتوار بار شعبي ينقص ضوه يفرق قلبه يتكيف السيجار ورخوه يشعل من بعضه يأكل بيده الاثنين يجرمش لوز حمص كاكوية قلوب بيضة كحلة يشرب يبكي طعيت اتزغرت التونسي كانت عيلته من حوله توسيه وتسأل عليه الخال والعم والعمة حنيني وحنة والخول كبير والجار اليوم تلقى روحك جل الوقت وحدك حتى اخوك ما يسالش عليك هذينا ما اذاكش ما سبكش في غيابك ما هشدكش وما تفهمش على شو حاسن اليوم الخال والعم تقابلهم بالمناسبة فرح او موت والمرأة اللي كتتمكن اوقات تعمل بعملها حتى هي المرأة عباولها كرشها بالحريات والحقوق ونساء وبلادي نساء ونصف اما يطلع لك واحد مغط يقول لك نعاون فيها في الكوجينة على اساس هي خديمة عنده تتكلم في التاليفون شكون كلمت وينه العشاء شبي الدارة ممسخة عليش ماكياجك هيكة شبي لابستك قصيرة اهني تعلمت نغسل السحن اللي ناكل فيه وكيما نلقاش عشاء تعلمت نسكت ونتصرف واحد وما نسالش وينه العشاء نهار كامل نحكيه وعلى مرأة تونسية الحرة من بعد كي تخرج وحدها تشنع كي تخرج مع صاحباتها يتلموا بهم الذيوبة المكان الوحيد اللي تنجم تمشيله في إطار الحريات الحمام العربية والجبانة او دارمها او دارختها لما رأى عنا باهية تعمل الكيف كي تقعد معاك في البيتشبار اما في البيتشبار مايش جوك تحب قطة مغمضة اللي تخرج معها ما تخويش واللي تدخل معها ما تنجبش تكونوا مصغارك تقول انتي تون تغيروا في المستقبل مانيش مطمئن ولا متأكد انه المستقبل اللي يكتب فيه الصدق بالعيد يهمنا احنا اللي يحلم بغدوة يكون في العشرين في الاربعين في الثمانين انا غدوة تحلم بيه اقصى احلامك تلقى دويك في الصيدلية مايقولكش مقتوعة وتخلط على حجة وتريزير في القبر الدولة عندها وجهة نظر اخرى احنا مناش فيها اخي الصائي نفساني اول في السبيطار شهري تكملونه 400 وتخدم نظريا على الاقل من الثين للسبت وما تتعدى من درجة لدرجة الا ما تكره روحك باش تترقى الاخصائي عام هذي كل واحد يبدأ خطوتين عن تقاعد يزيده خمسين دينار في الشهرية وقت الكورونا قسم الصحة النفسية في المنجسلين عمل خالية احاطة بالاطار الطبي والشبه الطبي اللي يخدموا في واحدة الكوفيد ديزنوف اطباء وممرضين القاورواحهم يواجهوا في مرض مايعرفوش مرضى تموت كل يوم كان لازم الاحاطة بالاطباء الشبان خاصة الطبيب بشر عنده مشاعر واللحظة اللي يفقد فيها مريض كأنه واحد من عائلته مات هالفكر الدولتنا تعمم الاحاطة النفسية باللي يخدموا فيها تلميذ يواجه عصات الزيتون والعنف الرمزي والمعنوي يواجه لغة غريبة عليه تحت مسمى اللغة الام يدخلوا صغارنا مختلفين للمدرسة يخرجوا منها متشابهين تقول من نفس البو والام والكل يلزم يجيبوا 17 معدل في الابتدائي الصغير تقريه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا صدق الله العظيم تقريه له هذه بش يفهمها وكي يفهمها شو يستفيد تقريه الشي مادة اسمها الأخلاق بش ما يسرقش استلوات صاحبه بش ما يفسكيش في الباك أما أهم والنازعات غرقا ولا تعلموهم قيم العمل والثيقة والصدق واحترام الوقت والنظافة والاستقامة والعناية بالبيئة وبهندامه مش وقيت تعدلوا من أجلكم بربي سي الصادق يلبس مونجالة ولا بليش